السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أطفال الأصدقاء الجدد يعيش محمد في بيت تحيط به حديقة مليئة بالأزهار والعصافير وهو يسطي الأزهار كل يوم ويعتني بها لذلك غدت الحديقة مليئة بالحياة والجمال يحب محمد أن يلعب مع الأصافير ولكن كلما اقترب منها طارت وابتعدت وذات مرة وجد عصفورا مجروحا واقعا على الأرض فحمل العصفور إلى غرفته وضمد له جرحه وظل يتعمه ويسقيه ولم تنضي ثلاثة أيام حتى شفي العصفور وعاد حرا طليقا في السماء فرحت العصافير وصارت تغرد شاكرة محمدا على عمله الطيب وما إن خرج محمد إلى الحديقة حتى طارت العصافير إليه ففرح كثيرا وارتسمت البهجة على وجهه